اشتركوا في القناة وقت ممتع ومفيد مع الأطفال وعدناكم اليوم بي نحكي عن موضوع الألعاب الحسية اللي بتفيد الطفل وبتفيد إدراكاته وبتفيد بتساعد في نموه كمان الزكي من زمن نمو الزكي لأنه مش أي نمو بس الطعم الولد وتعطيل الإشياء الضروري له من ينام وياكل ويشرب وإلى آخره لكن لازم نكون نحنا كمان أيضاً نساعد الطفل على النمو والإدراك والحس عنده العاطفي عنده والذكاء عنده فهي ضروريات جداً مثل الأكل والشرب بصراحة وأنا بعتبرها أنه يعني كمان مع بعض إذا منتحرك مع بعض دايماً المأكل الصحي والرعاية الصحية وهي الإدراك والحس والذكاء بيكون حياة الطفل حياة متكاملة من كل النواحي فهي الدكتورة ليندا رح تحكي بهذا الجانب أكثر طبعاً لأنه هي متخصصة في الصحة والشاملة للأطفال طبعاً هي دكتورة أطفال كمان بدناش نلغي تخصصها الأساسي وهو اللعب مفيد يعني الأطبة الشاملين هلأ اللي بأميركا مثلاً بالبلاد الغربية عم بتعلموا كيف يكتبوا وصفة للعب للكبار مش بس للصغار نعم فالصحة الشاملة لأنه هي مش بس الصحة الجسدية زي ما اتفضلتي نعم إنه مش بس إنه نطعمي وننوم وبدنا ننمي ونحمم ونحمم يعني النمو الجسدي جداً مهم لأنه بالطفل الصغير اللي جسمه ما بيأخذ التغذية اللازمة للنمو ما بيقدر ينمي دماغه مثلاً نعم لأنه 30% من الكلوكوز اللي هو الطاقة اللي هي الطاقة اللي بتيجي على الجسم بتروح وين فكرك على الدماغ 30% يعني فكري فيها الدماغ هلأت بالنسبة للبيبي يعني حسب عمر البيبي نعم والجسم قديش 30% من الطاقة بتروح بس الدماغ بتروح على الدماغ فاللعب ضروري جداً لك موضوع اللعب يعني وإحنا هذا الموضوع كتير مهم إنه نحكي فيه اليوم خاصة إنه إحنا دكتور اليوم نبلغ كمان متابعينا على الصفحة وعن البرنامج المتابعينا للبرنامج إنه هاي الحلقة الأبل الأخيرة فالحلقة الجاية الثلاثة الجاية رح تكون الحلقة سوري الاثنين الجاية رح يكون الحلقة الأخيرة من برنامج تغريدات عائلية لكن لأنه بتبلش كمان التحضيرات لعيد الميلاد فرح نطلع لكم برنامج تاني عن التحضير الروحي والنفسي لعيد الميلاد خاصة إن الكنائس الشرقية بلشت الصوم الأربعيني لتحضير لعيد الميلاد فرح نكون معكم في برنامج خاص عن التحضيرات للميلاد وأيضاً نرجع إحنا والدكتورة إن شاء الله في برنامج جديد نحكي من برنامج تغريدات عائلية على العائش زي ما بحكوا إلا إذا صار في حضر الشامل اللي بيحكوا فيه بظلهم يرددوا على كل إحنا منتمنى لكم جميع السلامة والصحة دايماً مع الحضر ومع كورونا ودايماً إحنا لازم نراعي أصول السلامة العامة من وضع الكمامة والتباعد الجسدي بين بعض وعدم خاصة من موسم العياد كمان إنه اللمة هاي الكبيرة رسل الإيدين لثلاثين ثانية two happy birthdays وعدم الموحد ما يلمس عينه ما يلمس خشمه ما يلمس تمه اللي بتدخل على الجسم منصبح على أخوتنا وصديقاتنا وأصدقائنا اللي بتابعونا هلا على المباشر ومنقول لإبراهيم حمامي سعد صباحك يا أستاذ إبراهيم ومها أيب في سعب صباحك وساميا إسحاء صباح النور صباح يسوع المسيح عليكم أم يوسف الهواري وكل الأصدقاء اللي رح يتابعونا خلال الحلقة اليوم زي ما حكينا اخترنا موضوع الألعاب الحسية لأنه إجانا كتير اتصالات وأسئلة بتقول إنه عطونا أفكار كمان للألعاب لأنه كتير استفدنا من الحلقة اللي حكيتوها قبل الحضر عن كيف نقدر إحنا نعمل علاقة هيك من الألعاب ومن القضاء الوقت الجميل مع الأصدقاء مع الأطفال سوري وفي من الأصدقاء حكولنا حبينا كتير موضوع هذا اللي قلتي عنه إنه تعملي تريل ويصيروا الأولاد يمشوا فيه وبالبيت فكتير في ناس تطبقوا هذا الشيء وكتير كانت اللعبة بالنسبة لأطفال ممتعة بس الأمهات واجهوا صعوبة إنه ييموا اللزق عن الأرض فإن استعملوا اللزق اللازق الورقي استعملوا مش اللازق هذا البلاستيك البينة باير بيم كل شيء هاي طريقة تنظيف آه أنا بحكي بكل شغل لأنه الطب الشامل بتطلع على المنهج الحياتي دفعت البني آدم مش بس بتطلع فإذا المفروض مفروض يعني ما جربتها إنه بتاخدوا شوي تفركي عليه وبعدين لا إيش تقموا خلوه منظروا خاصة نالا منحضر لعيد الميلاد دكتورة بايا بايا بشوفوا البيت بس شوفوا يعني في كتير ناس كمان نزلوا الشجر بقولك يعني كانت أكبر لعبة خلال هاي الفترة فترة الحضر نزلنا الشجر وبلشوا الولاد يلعبوا بطبعة الكريسماس على كل ما تزعلوا كتير إنه البيت تكركب والشجرة ثلاث مرات أربع مرات ولا عشر مرات تضلت ترتبوها الشجرة للأطفال وكل هاي المباهج التحضير للميلاد هي للأطفال علشان أضوء تحلو مع الأطفال والأطفال تستمتع وتصير عندها ذكريات تربي ذكريات كتير خلوة هدول البالز تبعون الكريسماس الأزاز كتير خطرين على الأطفال طبعا إذا تكسروا مش مس إذا تكسروا الطفل بتعلم من خلال واحد من طرق التعلم والكسي من النمس من اللمس والدق فكل شي بيفوت على تمه فالبيبي بيأخدوا على تمه وباخد له هيك عضة يشوف كيف فيه الشكلة زي تفاحة وفي كثير منهم شكلهم زي الأكيسة نعم 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 فحطوا بتمه وهذا هذا الأزاز بيعلق بتمه هاي بعدين بتعدي لألتهابات هاي المادة اللي بتلمع كمان البعض نعم نفس الطابق نعم فاللي عنده أطفال تحت عمره تلات سنين يجيب بلاستيك مثلا أو يحط الأشياء اللي ما بتتكسر تحت على طول الطفل وخلي الأشياء اللي أزازوا هيك لا نشوفي الطفل أو يحطوا حوالي الشجرة حاجز حاجز لأنه بدك دايما الطفل لما يتعامل مع الشجرة عدي الملاد إنه تكونوا موجودين لأنه بسحف حتى الكبار بسحفوا تحت الشجرة بسحبوها كل الشجرة بتوقع فبصير كل شي بدي أستكشف أنا هذا هو موضوع الحساس يعني الألعاب الحسية هله الدكتورة بدك تحكي فيه من بدايته أهميته وإيش ممكن جابت لناها الإشياء هيك مش عافي إشي آه كنت بدأجيب شغلات كمان بس يعني هي تعطي فكرة بس عن جبت بوسيسة صغيرة فبلعب معها أنا وأدركت قبل الحلال الليش اقترحت انه نحكي عن اللعب الحسي ادركت انه الالعاب اللي عم بلعبها مع بستي هي العاب بتنمي الاحساس بس خلينا نبدأ من اول الناس بيفكروا انه احنا عنا بس خمس احسيس صاروا بقولوا انه عنا سبعة وفي عنا تمانية لما نكبر الاحسيس هي النظر السماء الشام الدوء واللمس التوازن اللي بيجي من الاذن الداخلية هي بتيجي من وسطها شوية بس من الداخلية وبعدين التحسس وين احنا مثلا انتي هلأ بدون ما تطلعي بتعرف في وين ايدك هذا اسمه التحسس بموقع الجسم بالفضل يعني والواحد بس يكبر بصير عنده اشي اسمه انتروسبشن اللي هو الوعي بالذات وهاي لما نمي الاحسيس السبعة الاولانية بتساعد الطفل انه يكون واعي بالذاته الانتروسبشن بس يكبر شوي لانه انا مثلا الالعاب الالعاب الحسية شو شغلتها كل الالعاب اللي منلعبها مع اطفالنا هي العاب حسية بس مع زيادة الاوتزم مع زيادة الفرط الحركة مع زيادة مشاكل التعلم صار السنسوري ايتيجريشن ايشو او السنسوري براسسنج ايشو اللي هو الطريقة اللي الطفل بتعامل مع الاحسيس هاي اللي بتيجي من الحواس السبعة فيها خربطة ففي أطفال عم بتشخصوا بالADHD وهم عندهم إشي اسمه sensory processing disorder شو يعني؟ أنا بس مع الصوت أنت بتحكي كلمة نعم لما الكلمة بتروح وين بتروح؟ على الدان الدان بتعمل ذبذبة بتحرك الشعيرات الأذن الداخلية وبعدين فيه وصلات دماغية بتوصلها لمنطقة السمع بالدماء صح؟ نعم النظرية هاي مش مثبوطة لأنه عم بدرسوا وقعدين sensory processing disorders هاي بس من عشر سنين وجاي وشغلة مع قده فالاعتقاد إنه اللي عنده مثلا auditory processing problem اللي هو مشكلة بمعالجة الأصوات إنه الصوت بنسمع يعني إنه مش الولد مش أطرش بسمع بس الصوت بتلخبط بين الدان وبين الدماغ فبسمع أنت بتقولي مثلا كلمة تعال هو مش فاهمها بيفكرها شغلة تانية هي زي بيشبوها بتتذكري لما كنا أولاد صغار مثلا نعب يدو ويرا وناس يحكي كلمة وبعدين توشوشيها للتاني توشوشيها للتالت مثلا بتبدأ كلمة بطاطا وبتنتهي كلمة لعبة مثلا هذا اللي هاي النظرية إنه عم بصير الشغلة هاي النظر الفيجول بروسسسنج بيفكروا إنه اللي عندهم مشكلة بالفيجول بروسسسنج إنه الطفل لما عنات تنين مفروض يتحركوا مع بعض صح؟ إنتي لما تقرأي مثلا تتطلعي بتروحي من اليمين لشمال أنا مثلا عهاي الألم بروح من التيل للأن للإي وعيني بتحركوا مع بعض واحدة من الشغلات اللي أوها اللي عندهم فيجول بروسسنج انه العينين ما بيشتغلوا مع بعض فبيشوف الطفل تي واحدة وبعدين تيتين تي واحدة بعدين حرفين تي فبعرف فيش يقرأ فاللي بصير الأطفال اللي عندهم مشاكل بالتعلم كتير مرات شو بصير فيهم بنحبط أنا بشوف هالأولاد اللي مش أذكية زي وأنا مدرك إنه أنا ذكي مثلا بس هذا الولد اللي مش ذكي زي بقرب كتير منيح وأنا مش عارف أقرأ مثلا أو الطفل اللي قدامي قاعد يقعد وأنا بسمع المعلمة سامعها بس مش فاهم شو اللي بتحكي فبنولد عند الأطفال إحباط فشو بعملوا ذي شدان بسكروا على حالهم بتقوقعوا على حالهم بصير عندهم فرط حركة لأنه أنا مش فاهمة اللي اللي عم بصير بس ها فبصير إيش أعمل بسلي حالي باخد هلا أنا بسلي فيه بصير ألعبي هاي بصير ألعبي شعري بصير أتحركش بجاري لأنه أنا والمعلمين أو الأمهات بتطلعوا على هاد الطفل بقولوا هاد الطفل مشاكس ما بدركوا إنه ممكن مش كل الأطفال طبعا آه طبعا يعني في أطفال فرط الحركة هادة اللي عندهم الحركة اللي زيادة طبعتهم بس آه بس اللي عندهم حركة زيادة ممكن إنهم يعودوا يركزوا ولما يكونوا مستمتعين بشغله بس اللي عندهم المشاكل بصير عندهم أحباط بصير عندهم هم بصيروا بدهم يسلوا حالهم مثلا الطفل اللي عنده بصير حساسين للصوت يعني في أمهات ما بعرف وإنتوا الجدات ما بتلاحظوا مثلا في طفل بتاخدوه بس يسمع صوت بسكر دينير وإنتي بتقولي شو ما له هذا عنده فبدك تعملي الشغلات عشانها إنه لما توعي إلها إنه كيف أنت بتقدر يساعد الطفل وفي أطفال ما بسمعوا إلا بالصياح بتروح بتفحصي سمعهم عشرين ألف مرة بكون عندهم قلة إحساس من ناحية السمع فبصيروا بدهم يعملوا أصوات عالية بتلاقيهم بحكوا بصوت عالي وبصيحوا وبيدأدئوا ليش؟ لأنه الحواس لتتحفز إنها تنمو بدها تحفيز فالطفل ذكي بيعرف إنه أنا لازم أحفز السمع عندي أو أنا لازم أحفز البصر عندي أو أنا لازم أحفز مثلا الأطفال اللي بضربوا كتير مرات مرات مش دايما معظم الأوقات من اللي التنظيم من العيلة إنه ما بيحطوا مثلا قانون البيت وبعدين بيطنبوا القانون زي ما حكينا المرة الماضية بس فيها مرات بيضربوا حالهم أو بيضربوا راسهم بالحيط مش لأنه هم عندهم أوتزم بس لأنه لما تمسكيهم ما بيحسوا إلا إذا مسكتيهم بطريقة جاندة فبيصيروا دورهم على على التحفيز وبعطوها لحالهم لأنهم عارفين يعني عندهم وعي ذاتي كافي طبعا ما بيقدروا يحكو لك حتى لما يكبروا ما بيقدروا يحكو لك اللي بيعملوه بس بيصيروا يدوروا على فاللعب الحسي هلأ صار مهم لأنه التفكير إنه إحنا لما نلاحظ على أطفالنا إنه عندهم مثلا حساسية زيادة إنه إحنا من لما نبلش منه هم صغار بنقدر نساعدهم على التعامل مع هاي الشغلات من ناحية تحفيز الآمن عرفت كيف يعني مثلا الطفل اللي عندي تعرف هو كامل إنه حكيت فيهم كتير كامل عنده تحسس كتير من الأصوات أنا مش عارفة هالحكي وهو صغير لأنه هلأ عمره 28 سنة اسم الله عنه الله يخليه يعطيه طوله العمر كان عنده تحسس زيادة بالصوت أنا شو أعمل لأني طبيبة أطفال دايما أحكي معاه بصوت عالي وأقول ليش هالولد دايما الآن وليش عنده مغس وليش دايما بدكي أدركت عكبر إنه لما نروح على كونسرت ولا نروح نسمع موسيقى بحط إيديه على ديني قلت الله أكبر لو أني حارفة إنه هالولد حساس للصوت هالأده كان دايما بحكي معاه بصوت مواطي بحكي معاه بصوت بزحق بحكي معاه بتعامل معاه بطريقة مختلفة كليا عن لو كان عنده التحسس طبيعي نعم فلاحظت أنا آخر عشر سنين إنه الأطفال اللي عم بيجوا على الدنيا كتير واعيين كتير أذكية التطور عندهم كتير أسرع من قبل عشر سنين من قبل عشرين سنة مثلا فصرت لما بحكي بالتطور عند الطفل الشغلة اللي كنت أحكيها على الستة أشهر بصير أحكي فيها على الستة أسابيع نعم بس اللي عم بصير مع التطور السريع هذا مرات المعالجة الأحاسيس اللي عندهم مش عم بتطور بنفس السرعة فبصير عندهم مشاكل بمعالجة التحسس فكيف إحنا بدنا نساعدهم نعم مثلا هلا دكتورة يعني نيجي بالتدريج على الأطفال يعني من عمر سفر من الولادة للستة أشهر خلينا نحكي لستة أشهر مثلا إيش هي الإشياء الحسية اللي ممكن أنه أنا أطور أو أنا أول إشي خلينا نو حس 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 سفر لستة أشهر حس 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 مثلا النظر الطفل على عمر الأول ثلاث لستة أشهر ثلاثة أشهر بعدين بتطور بيشوف عشرين لخمسة وثلاثين سنتي فأنا لما بدي أدير بالي عليه عشان يشوفني بوضوع نعم وإيش بعمل مثلا بفتح عيني واسع بظغر عيني بعمله وجوه بتضحك بعمله وجوه غريبة إذا بدي أنمي النظر عنده الطفل مثلا بيحب بيشوف الأبيض والأسود بيحب المتضادات المتضادات فمثلا الطفل بدي أفرجي هاي الصورة إنه هذا وجه وبعدين ممكن إنه خلال التحفيز النظر عندهم نقولهم هذا الولد مبتسم يعني إنه مبسوط أنا دايما بحب إنه أخلط عدة مرة تحفيزات بنفس الشغلة فهون عم نحفز نظره بعدين عم نحفز لما نقوله هذا مبسوط شو الصوت اللي بيعمله البني هذا من المبسوط بضحك عرفتي كيف فإيش بعمل بحفز الصوت عنده وبخلي ترابط بين الوجه هذا بكون لأنه هو صغير ما منقدر نجيب له مثلا صورة بني هذا ما نحط له إياها لأنه التضارب بالألوان مش كفاية إنه يشوفها فبتلاحظوا دايما الأمهات اللي بيروحوا أو الجدات اللي بيروحوا بدهم يشتروا ألعاب للأطفال الموليد الجدد يا أبيض وأسود يا أحمر وأسود فأنت تفرجي تفرجي ثلاث كروت مثلا باليوم بس لتحفيز النظر عنده إذا بتحبي إذا لقيت الكروت اللي فيها مثلا التعبير الوجهي أنا كتير بحبها أو الحيوانات مثلا هذا هاي بسة شو الصوت اللي بتعمل هالبسة مياو شو الإحساس أو الملامس اللي بتحب هالبسة بتلامسي بطريقة زي زي ما بتلامسي مثلا البسة شو الصوت اللي بتعملها البسة غير المياو بتعمل لما تكون مبسوطة فأنتي شو حفزتي حفزتي عنده النظر حفزتي عنده السماء وحفزتي عنده إنه الملامسة حلوة مثلا السماء بدك تحكي معه طبعا أنت كل ولد بولاده عنده طبيعة وعنده التحسس عنده شوية غير فأنتي بدك تكون مش زي بدك تكوني أم واعية أو جندة واعية تقولي هذا لما بحكي معاه بصوت عالي نعم إحنا بنحكي مع الأطفال بصوت عالي وبعدين بنبرع عالي مثلا أنت ما بتلاحز زي ما تحكي مع البي بتقولي صباح الخير كيف حالك هذا هذا عندنا غريزة ليش لأنه الطفل أول ما يولد بيكون في مية أو سوائل متراكمة بالدان الوسطة فما بسمع بسمع بهذه الطريقة ما بسمع بوضوح فإحنا لما نعلي النبرة الطفل بقدر يسمعها لسبب من الأسباب عشان هيك كتير مرات الأباء بشكوا ليش بيحب صوتك أكتر من صوتي فإنت حاول ناغي معه بنبرة أعلى بصير يحب صوتك زي ما بيحب صوتها بس لازم كمان تحكي بصوتك الطبيعي لأنه بدك يتعلق ويترابط مع صوتك أنت كمان ووجهك وتعبير وجهك الملامسة مثلا خدي ريشة صغيرة وإلمسي أعضاء جسمه بلطافة أنا بحب دايما مثلا تجيب أنواع متعددة من الأقمشة في المخمل بتجيب خشنة شوي بتجيب خماش متعددة وإلمسي فيها لأنه بصير وإحكي معه ولي له هذا لونه أحمر الطفل مش هيتعرف على الألوان من أولها بس أنت لما تقول له هذا لونه بطيخي أو هذا لونه أخضر بتحفز الصوت عنده بتحفز الحس الملامس عنده بصير يقول يي أنا بحب هذا الشعور أو يي أنا ورح يعيط لما ما يحب الشعور أو إذا عيط على شعور معين بتعملينه بس ملمس صغير لأنه هذا الطفل في أطفال ما بعرف إذا عمرك لاحظت من الفيديوهات اللي بضحكوا اللي بحطوها إنه في طفل بتحطيه على الرمل بصيح كأنه حاطتي أنت على جمر هذا الطفل عنده فرط الحسس أو حساسية زيادة للملمس للملمس الرمل فهذا الطفل لو الأم مثلا عرضته للملامس المختلفة على عمر الصغير يمكن لسا الدراسات لسا الدراسات عم بعملوها ممكن إنه يقلل من هذا التحسس بس منعرف من الكبار مثلا أني عندهم آتزم اللي بيشتغلوا معاه بمعالجة الحس إنه مع التعرض لهذه الشغلات حساسيتهم بتخف بس بدك شوي 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 مش دج عليه مثلا أول نطعت الطفل البروكلي رح يعمل وجه هيك لأنه في مرارة وعندنا غريزة بالبني آدم إنه أي إشي مر المر مثلا حيوانات ما بتنقل إشياء مرة لأنه فيها سم فالبروكلي فيه شوية مرارة المرارة منيحة لجسمنا لأنه فيها المضادة للأكسدة وفيها الشغلات كتير مفيدة للجسم وفيها اللي بتزيد من مناعتنا بس المرارة مش رح يحبوها من أولها فلازم مثلا أربعين مرة تعطي الشغل تقبل المرارة حفزتيني على سؤال لأنه فيه كتير من الأطفال مثلا ما بيحبوا ملمس الفرو وكل معظم الألعاب تبعت الدبابة معمولة من الفرو فبتلاقي لما بيمسك الفرو يعني ما بيحبه ما بيحبه فأنتي يبدي بملامس غير أو إشي شعر طويل روحي على محلات فيها عشرين ألف شغلة ومشتروري حتى تشتري وليلهم بدي هدول الكركيب اللي بتكبوهم وجربي شوي شوي بدك تعود الطفل يعني ما عادة بدنا نروح على الملمس اللي ما بيحبوا الطفل ونبدأ يعني بنعطيه مثلا لقمة واحدة وخلاص المرة الجاي بنعطي لقمتين المرة جاي نعطي ثلاث فنبدأ الطفل عادة اللي عنده تحسس بالملماس مش بس هذا بس هذا الشعور اللي بالذات اللي يعني مش متحمله فابدي بشغلات ثانية وبعدين بعد ما يكون مرتاح هيك لمسة صغيرة من الدب وشوية شوية بتزيدي مثلا ثانية بعدين ثانيتين وبعدين ثلاث ثوانية طبعا مش كله على يوم واحد على أسبوع دكتور أنا لحد الآن بتحسس من الصوف بحبش ألبس الصوف عشان هيك ما بحب كتير فصل الشي الصوف هذا آآ بيشوك أنا نس الشي أبدا أنا ما بلبس الصوف ما بقدر بقدرش يعني بظلني طول الوقت ما إحنا هيك حاسين إنه عم برداني وكزا يقولوا لابس الصوف بس أي إشي فيه وتكشر الصوف المول الحقيقي يعني الأصلي بتلاقي ما بقدر أنا دايما الناس عالدكاني بيقولولي هي هذا صوف حقيقي بقولهم ابعدوا عني ابعدوا عني ابعدوا عني فلو مثلا أنا لو إني مدركة للموضوع من أول أو حتى حتى بتقدري أنت تساعد حالك بس إمس كلا مساوحدة لا ما في ضروري ما في ضروري بس بس الطفل لأنا ما بقدر يقولك ما فيش داعي تقدري تشتغلي معه بهاي الشغلة نلبسهم صوف حتى لا لأني أنا متحسسة من الصوف وولادي ما لبسته نصوف مش قروري خلاص أنا أصلا ما بحب أمسكه أنا رولادي ربيتهم بوايومين منطق الطبقات أحسن من طبقة واحدة كبيرة لأن الطبقات مثلا بتحطي له ثلاث أربع طبقات وإنتوا بره مثلا كانت ترجل حرارة تنتل تحت الصفر أنا فتحطي له ثلاث أربع طبقات لما يطلع وبعدين بتقيم الطبقات لما يفوت إذا كنتك ملبس لي صوف شو بدك تقيمي هاي كلها الطبقة وخلصنا فأنا وأنتي بدل ما تكوني برداني نلبسي ثلاث أربع طبقات وإشلحي الطبقات اللي هاي فهاي الشغلة بتقدري تعمليها مع طفلك مثلا إذا هلأ من هذا الحديث اكتشفتي إنه عنده تحسس من الصوف اعملي عند الطبقات وبعدين شوية 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 علمي على ملنص الصوف بعدين الإحساس إحنا حكينا عن النظر حكينا عن السماع وعن اللمس هلأ بدنا نحكي عن الدق كل شي بيفوت على طفل دائما أول ستة شهر أول تلتة شهر ما مندوقه إلا حليب الأم حتى أول أربع لستة شهر حليب الأم بيكفي بس شوية 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 بعد ستة شهر بنا نعلمه على أدواء تانية مثلا نحط له مرة ليمونة نحط له مرة بردقانة نحط له مرة كيوي نحط له مرة حبة بندورة شوية شوية إنه نعوده الإحساس الرابع الشم تقدر يتشمي من الشغلات مثلا لما تشوفي حكينا عن المغس الشم من عمر من أول ما يولد الأولاد بيحسوا بيشوفوا كامل مش كامل لا لا أحنا قلنا أنه النظر أبتلي بتكون يعني 20-30 سنتين بقدر يشوف والسماء عم بتطور الشم على علمنا إنه بيكون ولدان وبشم زي العادة بس أنا ما عندي لأنه حاس الشم أقدم حاسة عندنا أنا بشمم الأطفال شغلات مثلا لافندر لما يكون البابي ممغوظ وتحطيله قطنا فيها لافندر وتحطيله إياها هذا ريحة حلوة تشممي لما مثلا تأكلي شغلة معينة قولي له يشوف هذا هذا الرز كومت الرز لونها أبيض أو لونها أصفر لأنك حططيله أصفر لعشان بدك تزيدي مناعتك خليه بس هيك تعرض شوي للريحة تبعتها رواءة نعم وتشم ريحة الرز وبعدين طبعا بالولاد الصغارة يعني بدك تكون بدك شتشمي شغلات عاطلة وبشمها بس بتعرفي بتعرفي أنه بيميزوا بين ريحة حليب أمهم وريحة حليب أم ناس ثاني هالأذة متطور عندهم الشم اللي هو التوازن كيف بتكتحفزي بأول ستة شهر تحطي بيبي مثلاً على ظهره دايماً لما ينام لأنه متلازمة الموت المفاجعة عند الأطفال بتصير لما يناموا على جنبهم أو على بطنهم بس هم صاحين حطيه على جنبه وحطيه لعبة إباله يطلع عليها وهو صاحي حطيه على معدته الأطفال كتير ما بيحبوا يكونوا على معدتهم لأنه ما بيقدر يشوفوا ما بيقدروا يعني بزهوا فالطفل الصغير بقدر يحرك إيدي منيح فبتحطي له مثلاً مخدة بترفع صدره وحطي قدامه بصينية مثلاً مية بصير يلعب فيها للمية حطي مية فيها مثلاً أنا بحب الصبون النابلسية لأنه ما فيها كيمويات الأصلية وعملي له بابلز مثلاً خدي المصاصة وعملي له بابلز خليه شوف البابلز كيف تتكون جلو اعملي جلو هذا وحطيه بالصينية الإبار وخليه يلحمس إيدي فيها هاي اللعبة منيحة لكل الأعمار بس الطفل اللي ما بيحبي يعود على معدته بتحطيه على هالبيلو بتعطيه شغلات حطيه له ألعاب بيحبها وشوي شوي بتقدر يتحفظيه على الحبي مش الحبي اللي على الأربع الحبي على الزحف نعم الزحف إنه هاي اللعبة بيحبها بتصيرت بعد اللعبة عنده بعد اللعبة هو بده يصير بده إياكي تجيبي له إياها بيبكي أول مرة ما بيجيبي له إياها بيبكي تاني مرة ما بيجيبي تصير يقول أنا كيف بدي أوصل هاللعبة اللي بدي إياها فهاي الشغلة بتحفز الحركة عندها والفستيبيلر اللي هي التوازن إلها علاقة بالحركة كمان الطفل اللي اللي توازنه مش مضبوط ما بيعرف يحرك بتلاحظي فيه أطفال مثلا عمره 3-4 سنين لما يمشوا دايماً بضربوا بالحيط أو بضربوا بالشغلات بقولوا عنهم بس هدولة ممكن يكون عندهم اختلال بالتوازن عندهم فأنا بحب أواعي الأمهات والأباء ممكن يكون عندهم مشكلة بالنظر فدائماً لازم يفعص النظر لأنه أول إشي وأسهل إشي الواحد يتعامل معه بس إذا عندك طفل مثلاً أنا والأطفال بيمروا بمراحل التوازن عندهم غلط مثلاً لما يصير عندهم تطور دماغي سريع بصير عندهم مشاكل بالتوازن لأنه شوي شوي يعني بصير التحفيز بصير التطور بس معالجة الشعور الجديد هذا لسه بده شوي توقت فبتذكر أنا بنتي على عمر السنتين ونص ثلاثة تقعد على الكرسي وتوقع أقولها الله أكش ما عليك أنت بعد حوالي أسبوع بطلت توقع فكان عندها يعني مرت بفزعة نمو خلتها التوازن عندها شوي دريب وبعدين آخر الشغلة اللي هو الإحساس وين إحنا بالطبيعة إنه تأخذ تحط الطفل قدامك وتأخذ مثلاً إيدي تحركي تحركي إيدي تحركي إجراء زي البسيكلات تحركي من جنب لجنب نعم أحملي أنا للفستيبولون إنه مثلاً أحملي هيك مرات أحملي هيك مرات أحمليه لبرة مرات على جنبك إنه وجهه لبرة مش لجوة أحمليه حطي وجهه بيدك خلي طبعاً وجهه على جنب علشان يقدر يتنفس وإحمليه وجه للأرض هاي بتنمي اللي عنده هذول الشغلات الصغيرة اللي أم تقدر تعملها للأطفال الصغار خلينا نلتقل للأطفال الأكبر أطفال أكبر عمران أكبر منه لأنه كل هاي الألعاب 6 شهر كتير منيحة أنا جبت شايفين الغلتر هذا اللي بلمع مثلاً بتجيبوا النينة مية كبيرة وبتعبوها معظمها مية وبتتأكدوا تتأكدوا إنه بتغلقوا النينة بإحكام لأنه هذا الغطم ممكن ياخده بيتمه ويتشرد عليه ويصير مشكلة ما بتهم فبتحطي فيه شوية مثلاً أو تحطي صمغ لأنه الصمغ بيخلي في صمغ فيه منه من هذا اللي بلمع الغلتر وبعداً بتخلي شوف كيف هذا بتحرك فوق وتحت بصير النظرة عنده بتحفز أنه هو بيحرك إيده من هيك لهيك كمان التوازن عنده تبعون هدول اللي مثل التبع التلج اللي مدورين هدول 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 بس اللي ما معهم مصاري أو لأنه في أزاز هدول بيكون وخطرين للصغر يعني بتلاقي فيه جوا هيك مناظر حلوة وبتلاقي هيك فيها المي وفيها الأشي الأبيض مثل التلج بس هاي بقدرش يلعب فيها لحاله انت بدك يلعب فيها تحت لشرافك طبعاً بس إنك بتحركيها قدامه كيف تتحركوا كيف هاي بتحفز النظر بسي تحبوها الأطفال لأنه بت يعني شوفي هذا عادةً فيه جلتر بتطلعها هذا تطلع الكلتر بعد النزل الكلتر راح على الشمال راح على اليمين شو عم بصير جوا في منظر جوا وبعدين عملي له صوت مثلاً شو بتتخيلي أنتي أعملي هاللعبة أعملي صوت الكلتر وهو بتحرك بعمل يعرفتي كيف يعني خليه هو يخترع لأنه الأطفال بيحبوا الأطفال اللي أنا بتذكر إجاني بيبي على عمره الأسبوعين أنا دائما بحب أن ناغي معهم عملت له هيك ما لقيت ما لقيت اللي عمل لي هيك على عمره الأسبوعين هذا عادة تم نتوقعه على مثلا شهرين أو ثلاثة بس قلت لها للأم قلت لها شوفي هاي مش مجاملة بس طفلك كتير ذكي بليز بليز اعملي احرصي على أنه تعطي التحفيزات اللازمة لأنه الطفل اللي يعني بدنا نبني على لما بيحكوا بالمدارس مثلا في أطفال كتير أذكع بيروحوا على المدارس وبعدين ما بيصيبهم بيكونوا بيعرفوا بيعرفوا يكتبوا وبعدين بتلاقيهم لأنه المعلمين للأسف لازم يعلموا لأوطى مستوى الطفل هذا بيصير عنده فرط حركة هي مش فرط حركة عشان هيك دائما بيعزوا الفرط الحركة للأطفال الأسكية مش معزول للأسكية لا هو مش يعني هاي نظرية ثابتة للجميع مطبقة لكن في ناس يعني في كتير لما بتقول إنه كتير بيحرك بالصف وبصر إيجا إنه إنه زهقان تروح الأم على المعلمة تقول شوفي هذا بيعرف يعمل هيك وبيعرف يعمل هيك الأول نعم عرفتي كيف فإحنا بدنا نبني على الشغلات الموجودة عند الطفل نعم وإلا راح يخسرها وبعدين من ناخد هالطفل الذكي بيسهق وبعدين بيبطل يحاول بيقول أنا بيضل أحاول بيضل أحاول أحفز حالي ومش عم بصير عندي تحفيز خلاص بدأ بطل خليني ألتهي بشغلة تانية فظري يلتهي بالألم بصير بصير يلتهي بصحابه بصير بلتهي بالشاشات للأسف إنه ما بدي أحاول أنا ما فيش بايدة نعم فخلينا نحكي عن المحفزات عند الأطفال حكينا عن الغلتر جيبوا ألوان مختلفة عندي نسيت تليفوني برا في الدهان في دهانات تقدري تعمليها تطلع على جوغل على الانترنت في دهان أنت بتقدر يتعمليه بقدر بقدر ياكلوا الطفل بالبيت في وصفات كتير حلوة فالطفل الملونات الخاصة للأكل مثل تبعون الكيك هدول وإذا قدرتوا تلاقوا الملونات الطبيعية بحتة اللي ما فيها الألوان هاي لأنه هاي الألوان في مش الكل متفع بس في من الألوان الأصفر والأحمر هدول ممكن يؤدوا لأذى بالخلايا الدماغية وفي ناس بيعتقدوا أنه هاي الألوان بتأدي لتشخيص فرط الحركة ولما يموها بتروح فإذا بيقدروا ياخدوا مثلا الشمندر هلا بوقت الشمندر اغلي شوية شمندر خدي ميت الشمندر واستعمليها للتلوين بصلي خدي قشر البصل يعني أي شغلة بتقدر يتعمليها طبيعي بيكون أحسن للطفل يفضل فبتعمليه وبعدين بتحطي مثلا الطفل بعد ما قبل ما يقدر يقعد لحاله بتحطي زي ما حكيت على بط بتحطي قدامه ورقة كبيرة بتحطي الدهان هون بتحطي بإيده هي بصير بصير يلخبضه بصير يدهان وبعدين بيدوقه طبعا لأنه مش عيعجبه طعمه لأنه مش طعمه مش زاكي بس إذا بتحبي تحافزي الدوء بنفس الوقت تقدري مثلا تحطي بعضوى مختلفة تحطي شوية قرفة تحطي شوية كمون عرفتي كيف يعني بتحافزي حاسة الدوء عنده تذوق عنده في المعجون بتقدري تعملي المعجون برضو بالبيت هذا المعجون برضو بالبيت هذا المعجون كثير وعيين المحلات والشركات المصنع على المعجونة هاي اللي بلعبوا فيها الأطفال أنه يعملوها بآ آمنة للأطفال بس الأم اللي ما محا مصاري مثلا انه بتقدر بالتحين والشغلات وبعدين خلي يقعد على ورقة كبيرة أنا نتيت لهيه ورقة كبيرة بيضة خلي البابي مثلا على عمر السبع ثمنت شهر يقعد حطيه بنص الورقة عشان ما بدك يايدهن على الحطان بدك يايدهن على الورقة يحط الورقة يحط إيده بالدهان فرجيه كيف أنه لما يحط إيده بالدهان ويحط يشوف صار عندك إيدك هاي خمس أصابع وبعدين إمسكي هاي لعبة كتير حلوة بالإنكليزي بسموها this little piggy أنا لأني أمي أمريكانية كل الألعاب لعبتها وأنا بالإنكليزي مثلا this little piggy went to market and this little piggy هاي بتعلم إيش ال proprioception أنا وين أصابعي وبتحفز اللمس وبتحفز السمع لأنك عم بتعلم بتعلم قعد مفرداته ومش عارف شو معناها بس بتكون موجودة عشان لما بده يستعملها بقول اوه هاي كلمة أنا سامحة هاي little piggy بصري عرفت كيف أو round and round the garden تاخد إيده مثلا تعملي round and round the garden وبعدين تعملي هيك عليه like the teddy bear أو العنكبوت الصغيرة طلعت هدول كلهم ألعاب أو حطي زيت للحجيت أنا هاي كتير حلوة هاي بتحفز الملمس بتحفز الدول أنا طبعا الطفل إذا عطيت زيت رح يلحز إيده صح صح فالدهان هذا بقدر يدهن فيه وبقدر يدهن ويدهن على حاله بس لأنه طبيعي ما في مشكلة منه والولاد كتير بيحبوا الرمل وفي رمل بالتاكل بتقدر يتاخذ الشفان وتاخذ بسكوت وتطحنيهم بال يا إما إذا عندك مدقة طحنيهم بالمدقة أو طحنيهم بال وحطي له إياه خليه يلعب فيه حطي له مثلا زي ما حكيت ميت الشمندر خليه ينشح شوي بال ميكرو ويف عشان هيك بقدر بحط إيديه فيه خبي ألعاب صغيرة فيه ألعاب طبعا بتكون مش صغيرة كتير إنه زي سيارة في عجل صغير يروح متشردق فيها بس ألعاب صغيرة تقول له وين بتطول الطابة الطول البسبوسة الطول العنكبوت الطول عرفت كيف فبصير الميبي بيقول شو عم بتعلم مش بس هلا عم بتعلم الفضول جو الرمل هذا فيه إشي هذا هاي اللعبة بدكت لعبيها بعد حوالي بين الستة والتسعة وشهر لأنه فيه إشي اسمه اللي هو إنه الشغلة ثابتة الطفل لما ما يكون عنده يعني تحت عمره الستة شهر بيفكر إنه الشغلة لما تختفي خلاص راحت ما بيدور عليها بتلاحظي لما الطفل بصير عنده هذا أنه الوضعية الثابتة أو الشغلة الثابتة بالبيئة بصير يدور عليها بتنزليه تحت بصير يدور فبصير يدور جوه الرمل وبعدين بتقول له إنت زي المستكشف بتنمي عنده إيش تحب الفضول في أو آلات موسيقية علمي مثلاً صوت البيانو تقدر تميز صوت البيانو طبعاً لأنه ما بعم ما عنده حكي ما ما بقدرش يحكي لك بس علمي صوت البيانو جيبي له طنجرة وأعطيه معلقة خليه يطبل أو بتابر ويرات التابر ويرات اللي الأحجام مختلفة يحطوها فوق بعض ويكبها هاي اش بتعلمه لأنه انتي لما بدك تحطي الشغلة فوق شغلة بدك تستعملي توازن صح ولا لا وبعدين بتحفز التعاون بين النظر والإيد لأنه انتي بدك بدك تحطي هون بدك تتعلمي إذا ما عندك هاي كوردنيشن وين بدك تحطي فبتحطي لما مثلاً إذا بعمل صوت عرفتي كيف آه أنا نسيت شغلة مهمة الخشخيش بالولاد الصغر مهمين بتقدري مثلاً تحطي خشخاشة على إجريه في خشخيش معينة بتقدري تلازين بجريه فلما يحرك إجريه بصير يطلع الصوت ايش بتعلم كمان cause any facts هلا عشان هيك في بعض الأبواد هيك البوتس الصغار هدولي بتلاقي فيه إيش بضوي وإيش بعمل أصوات وينما بيدعس عليه أو يعني هادي نوع من أنواع التحفيز مهم للأطفال في بعض الأهالي ممكن تقول إنه شو هالسخافي والفزلك يعني لا إيش أو شو هالهدف الهدف منها لا بس بالأطفال بس بالصغار الصغار إنه أنا لما أحرك إجريه بطلع صوت لما أكون لها بساند البوت يعني في بعض الأشخاص بيستسخف الموضوع لكن هو فعلاً كتير كتير مهم أي إشي بتعملي مع الطفل مهم حياة للطفل نعم أي إشي بتعملي مع طفلك مهم لأنه هاي شبطة معاك وبالنسبة له كل إشي كل حركة كل صوت إشي جديد إشي جديد أول مرة بسمعه وكل إشي لعبة اللعب بدي أحكي شغلة لأنه نعم تغربنا عن نهاية بدي أحكي شغلة مهمة نعم إنه اللعب مش لازم يكون مقصور على الأطفال الصغار نعم هلا حكينا لازم الأطفال هدول اللي قاعدين محبوسين بالبيت بعملوا التعلم على الانترنت هدول لازم يلعبوا مش يلعبوا على الشاشات بس إنه بدك تحافزيهم يلعبوا نعم وأنتي كأم كتير مهم وأب شو بتعملوا كل يوم لتستمتعوا نعم خاصة في وقت الحضر والحجر وإذا جاءنا حجر جديد كمان لازم ننتبه لهاي الأمور اللعب جزء من العناية بالنفس نعم معنا اتصال صباح الخير هلو صباح الخير صباح إنه كيف حالك كيف حالك دكتورة زمان عمي أهلا دكتورة نعم أنا بدي أسأل الدكتورة ليندا نعم هيا معك هو الحكي اللي حكته كله وطبعا مفيد كتير والأكثر فايته لبنات الحضر يعني اللي بيعيشوا في المدن والأمل بك الستة القروية والستة اللي عايش في الأرياب أولا الوقت ما بصقفها إنها تنمي كل هالجوانب الحسية عند الطفل زي ما حكت الدكتورة ليندا أنا سؤالي إنه هل كل تنمية كل هالمواد هل يعني المواهب الحسية أو مش ما منسميها مواهب التنمية الحسية عند الطفل هل بتطلع طفل إذا عملنا زي ما الدكتورة ليندا تحكي هل بزيد من ذكاء الطفل يعني إذا بزيد أو لا لأنه يعني ستات القرى بطلع ولادهم إجمالا إذا ما بدنوا أبكى من ولاد المدم وهم ما عندهما تنمي الأم لا عندها وقت ولا عندها الذكاء يعني ولا هي مطلعة إنها تنمي كل هالشغلات اللي حكت عنها الدكتورة فهل هذا بزيد يعني هل الطبيعة هل البيئة هل الانطلاق بره يعني كله بأثر على نماء الطفل أكتر نموه أكتر من هالشغلات اللي عم تحكيها العلمية اللي بتحكيها الدكتورة اللي أنت أنا هذا السؤالي والنعادي سؤالك ليه جدا وبدي أرد عليه نعم نعم كل هاي التحفيزات مش بس بتزيد الذكاء الذهني لأنها بتأدي كل الألعاب هاي بتنمي عنده من ناحية الذكاء الذهني بتعلم عنده المفردات لأنه لما يلعب لما تلعبوا مع بعض بسمع شكرا إليك أول بتنمي معنا لساتك آه شكرا شكرا الله يسعدك يا ربي شكرا 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 لإليك شكرا لساتك آه بتنمي عنده التفاعل إنه كيف أنا بترابط مع الناس وبعدين كيف أنا بحكي لأنه أنت مثلا لما تناغي مع طفلك هذا نوع من الحكي وطفلك بده يتعلم كيف هو بده يرد يتناغى معاك وبس يكبر بده يتعلم كلمات عشان يقول لك لأنه هاي كلمة هم المفضلة نعم أو بده يقول لك بده يفهمك شلي اللي اللي بدك إياه بتعلم كيف يحل المشاكل أنه وأنتي بتعلمي أنه يركز على الحلول بدل المشاكل لأنه كتير مرات مثلا التادلر اللي على عمر السنتين بيعمل الشغلة مرة واحدة ما بتزبط بصير عيط وهذا أنت بتقولي بتاخدي من إيده بتنزلي لمستوى بتحطي إيدك عليه بتعملي عين بعين بتقولي له أوكي هاي الشغلة ما زبطت خلينا نفكر بطريقة تانية نعملها وأنتي بتفرجي أول مرة طريقة تانية وبعدين هو بصير يقول طب إذا أمي طلعت هاي في الطريقة تانية كيف بدنا أنا بدي أطلع بطريقة تانية فبتعلم حل المشاكل بتزيد الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي عم بيكتشفوا أنه أهم من الذكاء الذهني يعني الايكيو الايكيو اللي هو الذكاء emotional quotient اللي هي الذكاء العاطفي أهم من الذكاء الذهني وبتلاقي بأولاد الريف مش قاعدين لأنه عندها الأم بيكون عندها خمسة أولاد وفي ناس كتير بالبيت الطفل عم بتحفز وما حدا ملاحظه مثلا بتطلع على الأم والأب كيف بيحكوا مع بعض بتطلع على الأطفال الطفل بلعب الأطفال التانين أنا مضبوط حكيت له مثلا الأم اللي عندها طفل واحد الأم اللي عندها أكتر من طفل الأطفال هدول الصغار ممكن أنه عم بيحفزوا الطفل مثلا البيبي اللي عمره ستة الشهر بتطلع على أخوه اللي عمره ثلاث سنين بيدحرج بهالطابة بتصير الطابة هاي يعني حياته كيف بدي أوصي بتلاقيه بيحبي على هالطابة واللي عمره ثلاث سنين بيعملنه بتغضب ليش البيبي بده الطابة هو بده الطابة لأنه أخوي اللي عمره ثلاث سنين بلعب بهالطابة وهو مبسوط أنا بدأ أكون مبسوط زيها فبتعلم التنين هدول اللي عمره ثلاثة والبيبي اللي عمره ستة شهر في بناتهم تفاعل اجتماعي الأم تتدخل يعني عادة أنا ما بعرف أي أم ريفية ومتعلمة ولا مش متعلمة بتقول معلش أنه لعمره ثلاث سنين يضرب لعمر ستة شهر أو أنه لعمره ستة شهر بصير يعضي لعمر ثلاث سنين فالأم تتدخل دايما يعني حتى لو أنه ما عندها كل الوقت أنه تضلها بمراكز عليه بتقول ما بصير وبتعلمهم طريقة تانية يعني عم بتصير الشغلات هاي بطريقة عفوية أنا اللي بحب دايما أنا بآمن أنه أي شغلة بتصير بالتخطيط يعني أنت بدك تعملي أي شغلة أول شي بدك تقرر أني بدك تعمليها تاني شي بدك تخطيطي لها فالأم ريفية تقول أوكي هاي أنا عندي سبع ولاد كيف بدي أخلي الأطفال الأطفال أذكية جدا 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 كلهم يعني بولدوا عندهم ذكاء أنا عم بشكي من المدارس لأنه بقلل من الذكاء من الإبداع فاللي بصير أنه الطفل الأكبر بقرأ للطفل الأصغر أو الطفل الأصغر بسمع للولد وهو عم بحفظ الجدا والضرب فبتلاقي أن اللي عمره ثلاث سنين بس يجي يحفظ جدا والضرب بتعلمها بسرعة بفكروا يي هذا صار ذكي أكتر من أخوه اللي صار إنه هذا الولد اتعرض لجدا والضرب من أخوه الأكبر منه فالوصلات الدماغية اللي تكونت هو مش عارف لإيش عم بسمعها بقول شو تلافف ثلاثة تسعين شو شو بس يصير على عمر ال ويتعلمها بتذكرها هو مش عارف إنه بتذكرها ليش مثلا الطفل اللي بربع بعيني مثلا ناس بحكي إنجليزي وناس بحكي عربي بصير أسهل علي يتعلم لغة ليش العرب شاطرين بتعلم اللغات لأنه معظم الأطفال بتعرضوا لأكثر من لغتين نعم يعني قليل العين اللي بالأردن اللي ما بيحكوا أكثر من لغة حتى لو اللغة اللي بتختلف بين اللهجات مثلا البدوي اللهجة البدوية غير عن اللهجة الفلاحية غير عن لهجة المدن نعم لغة الشمال غير عن الجنوب آه بس بنفس البيت يعني مثلا المفردات الفلسطينية غير عن المفردات الأردنية فبتعرض الطفل قاعد لغينة من الثراء أو غينة من التراث اللي إحنا مش واعيين إله نعم فمنقدر زي أرجع لفكرتي الأولانية إنه الأم الواعية حتى الرفية بتقدر تقول إنه تخلي لولاد الأكبر شو رأيك تعلم أخوك الصغير يعمل هيك شو الأخو الكبير بحس هي أمي وافقة فيي إنه أنا أعلم أخوي الصغير يعني أنا ذكي يعني أنا شاطر شو بدي أعمل فبصير هذا الطفل بده ينمي الطفل اللي أصغر منه لأنه صالم علم يعني عادة تاني البنت اللي بيكون مثلا بالبيت عادة عشر سنين عمرها ويك بتلاقي إذا في طفل عمر ست سبعة شهور هي بتقعد قد طعمي وتغير فليش ما نقولها البنت اللي عمرها عشر سنين إنه ما تكون مشغولة مثلا بالغاية نعلمها شو تعمل يعني نائزت الأم الواعية حتى لو أنها بتغسل ما أنه حرام يعني هالبنت هذه يعني إنها تتعرض لهاي المسئولية وهذه لستاتها طفلة أنا معاكي لكن هاي بعض معظم البيوت معظم البيوت يعني اللي بالقرى في عندهم هذا الوعي وهذه النضوج الفكري والنضوج حتى حمل المسئولية بالأطفال أو خاصة في البنات يعني اللي بيكونوا في بالبيوت بالقرى بتلاقي البنت على عمر 14 سنة 15 سنة أو 18 جاهزة للزواج لأنه معظم المسئوليات اللي بدها تتحملها كامرأة متزوج وتأسس عيلة قردي عاشتها هي خلال فترة توجودها أنا ما بشجع أنا ما بشجع لهذا الشيء بس ما بوافق إنه هي متحضرة هي عام للشغلات نعم بس إذا أمها ما وعدتها إنه ليش بتعمل وشو الطريقة المزبوطة إنه تعمل وعلمتها كيف تفكر بتفكر إنها حاضرة بس ليش عام نعمل هاي البرامج عشان إنه الأم تكون واعية إنه أنا لما مثلا بقول لبنتي اللي عمرها 14 شو رأيك تعملي هيك مع أخوكي الصغير اليوم شو رأيك هيك تعملي مع محمد اليوم شو رأيك تعملي هيك راح تقول لأم ليش بتعلمها فالهية البنت لحالها بتصير واعية أنا هدفي إنه أواعي الأمهات والأباء والجدود والجدات عأساس النبي جيل واعي عشان يربي الجيل اللي جاي يكون أوعى منه تكون البنتي على عمره 18 سنة عندها الخبرات الحياتية الصحيحة إنه تتجوز لأنه إيه أنت بتقولي أوكي بتعرف تغيرها الحفاظة بس بتعرف تعمل تربط مزبوط مع البي بتعرف تنمي الذكاء العاطفي عنده بتعرف تنمي الذكاء الدهني هاي كل لي أتى دكتورة يعني مفردات جديدة يعني طرحتها على الناس والعالم إشي مفردات جديدة وتعليم جديد بس إحنا العرب أذكية نقدر نتعلم بسرعة أنا رأيي إنه شوفي الواعي شو الحكمة هي المعلومات المعلومات اللي تعرف فيها اللي ما بتطبيقها مش حكمة ولا واعي المعرفة بدون تطبيق ما إلها فايدة بدي عم بحاول أعطي يعني أنا ليش جبت هاي لأنه في أمهات بالقرى مش عتقدر تروح تشري هالكروت بس بتقدر تعمل هيك شغلة تخلي الولاد البنت اللي عمرها 14 سنة لكن مثل ما حكيتها ست أنجيل بتقولك إنه ما عندها الأم وقت ترسم وتعرض لهذا إذا بتعرف أهمية تشتغل وتجيب أكل وكذا وهيك لكن أنا بعد أنا من يعني معرفتي في البيئة القروية اللي بعيشوها معظم العائلات خاصة في منطقة الشمال والجنوب أو في البادية عندنا دكتورة كتير الطفل بيعتمد على حاله الطفل من أول ما بيخلق عنده حب البقاء يعني غريزة هي مش مثل محبة يعني غريزة عنده غريزة البقاء بس بتعرفي فبتلاقي بيقاوم كل إشي يعني إذا انترك مهمل بيحاول هو بيحفز حاله زي ما حكينا يعني إذا الإهمال جدا مش منيح لأنه الأطفال بتلاقي الأطفال اللي مهملين عندي صورة بسألوا لي بقدرش أفرج الصورة الطفل اللي مهبل اجتماعيا الدماغ طبعه على عمره 3 سنين ثلث حجم الطفل اللي بيجيبه تحفيز أنا بآمن إنه الأم اللي عند البدولة عند القرى إذا بتعرف بهذا الحكي بتاخد خمس عشر دقايق بالنهار يعني الطفل ما بيحتاج لنوعية الوقت اللي بتقضيه مع طفلك جدا أهم لأنه في أطفال بيقضوا كل وقتهم أنا بحكي مع موحدة مبارح مع الخدمات طيب هاي الخدمة مسكينة وين ربيانة بقرية فقيرة بالفليبينت طب هي يعني ما فيش تحفيز كمية الوقت مش مهمة نوعية الوقت مهمة فإذا أخذت أخذت الأم البدوية البدو شاطرين نعم يعني إحنا أنا في عرب بدوية دار أبو جابر وفي عرب فلاحي كمان والفلاحين شاطرين يعني حلالين مشاكل لأنه كل حياتهم مشاكل وتحديات فإذا بحرفوا إنه هاي الشغلة مهمة بتقدر الأم تاخد لعشر دقايق قبل ما تنام تقول أنا بدي أجيب مثلا شغلة مثلا هاي المعجون الإحلاقة هاي دينارين تاخد كيس تحط المعجون الإحلاقة بالكيس وبعدين بصير الطفل يتحسس عليها هاي شو بدها ثانية طوكي ما عندها معجون إحلاقة عندها بس عندها الشغلات أنا ليش أنت بتقولي اللي يروح على الدكان بتلاحظي دايما بقولك أنا بدي أعطيهم الشغلات بالبيت لأنه أنا بدي أحكي للأم اللي ما عندها الشغلات موجودة بالبيت مثل الرز مثل الحمص المعكرونة أطبخي سباكتة هاي طويلة جيبيها بدلا ما تجيب معكرونة الصغيرة تحطيها بالطنجرة مع بندورة جيبي سباكتة طويلة حطيها وأطبخيها خلي البابي يلحمس فيه وحتى لو أكلها ما فيه عرفت كيف يعني الدنيا مليانة حواليك يعني حتى بالغرفة هاي هاي الشغلات بقدر يلعب فيها الأمايش عندها طوبين ثلاثة عندها حرام يعني هاي الشغلات الصغيرة لما تعرف الأم لما توعى الأم أنا بقام من الأم العربية أحسن أم بالدنيا لأنها بتعمل أي شيء عندها ذكاء فطرة بس أنا بحب أن نوجه الذكاء بطرق عشان زي ما حكيت مش عارف أكم مرة دافوس عملوا المؤتمر اقتصادي خصصوا كميتي شو كميتي مجتمع فئة معين كميتي يعني آم جروب خصصوا جروب معين علشان يحفزوا اللعب بالمدارس بأميركا اللي وين الأمهات بيديروا بالهم أكتر لأنه اللي عم بصير هلأ عم بيخترعوا آلات والروبوت والأي آي العرديفشيال فاللعب يعني اللعب بيكون الطفل مثلا بدوي أنا بشوفهم لأنه عندنا جنب المزرعة في عندنا بدو بيأخذوا هالطابة ومع عصايا وبلعبوا فيها عرفت كيف فالأم لو تدخل بس أربع خمس دقايق عرفت كيف تتخلي اللعبة مثلا نجيب تعلمهم شغلة تانية لما تعرف أهمية الشغلة هاي بظن أن الأم تاخدها خمس عشر يعني ما في أم ما عندها خمس أو عشر دقايق بالنهار أكيد زي ما أنت تفضلت يا دكتورة هو نوعية الوقت مش بالكمية يعني إحنا شكرين إليك لهال يعني هال اللي حكيتين عنه اليوم الجدا جدا مهم واللي حاولت فيه أنك تلمي بكل هاي الأمور وتعطي هالفكرة الواضحة والمفيدة للأمهات وللجدات كمان لأنه إذا كانت الأم مش قادرة أنها تقعد مع الأطفال كمان عندها الجدات أو حماتها أو مثلا أو لعندها خادمة علم الخادمة أو الخوات الكبار أو الخادمة إذا كان عندهم الإمكانيات يعني كتير مهم اللي حكيتي طبعا هذه الحلقة راح تكون مسجلة وموجودة على فيسبوك للي بيحب يسمعها أو يعمل منشن لأصدقاء أو لأمهات بيعرفوا أنه ممكن يستفيدوا منها فبتقدروا تعملوا تاق وتذكروا فيها أسماء الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من هذا الشي لأنه عن جد بينمي الإدراك، بينمي الزكاة عند الأطفال بسن مبكرة وهذا اللي إحنا بدنا إياه بالنهاية يعني طفلنا يعيش بكل نمو وإدراكه والنعم اللي ربنا خلقها فيه أنه ينمي حواسه اللي ربنا خلقها اللي هي منعتبرها من النعم نعم ربنا علينا منشكر كل اللي تابعونا وكل اللي كانوا معنا على الصفحة على البث المباشر والاتصال الهاتف من ست أنجل سوالحة وإحنا منعرف أنه في كتير من الصبايا اللي بيتابعونا عم بيستفيدوا من اللي عم نحكيه غير هيك ولا ما كنا استمرينا في البرنامج فإحنا منشكر الدكتورة ليندا أبو جابر إذا فيه أي أسئلة بليز ابعتوا لنا إياها على صفحتنا على الإيميل على الفيسبوك أو على أس دكتور ليندا أو على فيسبوك للدكتورة ليندا أس دكتور ليندا وهي على استعداد الإجابة على أي استفسار منشكر متابعتكم مرة أخرى منتمنى لكم نهر سعيد والصحة كمان تكونوا بالصحة والعافية خاصة فترة الحجر والحضر اللي إحنا هلا منعاني منه عشان كورونا لكن إن شاء الله الأمور بتهدى الوضع يسيطر عليه في الأردن عندنا الحمد لله في حكومتنا في أجهزتنا الطبية وقادرنا إحنا بخير الحمد لله وأي أصوات بتقول أنه إحنا مش بخير وإحنا بوضع كتير مقلق نعم هو مقلق لكن إحنا الحمد لله بالتزامنا ومحبتنا لبعضنا مساعدتنا لبعضنا أكيد رح نتخطى هذه الجائحة ونتغلب عليها صباحكم نور وبكرة برنامج صباحكم نور الساعة تسعة نتلاقى مرة تانية لكن الآن في برنامج تغريدات عائلية نتمنى لكم نهر سعيد وإلى اللقاء نور ساعتني روميه نور ساعتني روميه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر